وضعت بلدية بوحمامة بولاية خنشلة حدا للجدل الذي اشتد في اليومين الأخيرين حيث قامت بإزالة تمثال الشخصية الأمازيغية أكسل بعد يوم واحد فقط من تثبيته في منطقة الأوراس ببلدية بوحمامة وكان مشروع إقامة التمثال قد بدأ بطلب من إحدى الجمعيات التابعة لقطاع السياحة بهدف تركيب تمثال لحصان وفارس في المحور الشرقي للبلدية دون الإشارة إلى هوية الشخصية إلى أن تم الكشف عن هوية التمثال عند تثبيته ما أثار نقاشا واسعا في الأوساط المحلية هذا وصرح رئيس بلدية بوحمامة في بيان أن الجدل حول تنصيب وإزالة التمثال عند المدخل الشرقي للبلدية يعود إلى عدم احترام الجهة القائمة بالمبادرة للإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة وأكد أن البلدية تحرص على تطبيق القانون وضمان التنسيق مع المصالح المختصة في مثل هذه المبادرات داعيا إلى الالتزام بالقوانين التنظيمية لتجنب أي تجاوزات تخالف الأطر القانونية ويعتبر أكسل أو كوسيلة أحد أبرز القادة الأمازيغ في القرن السابع الميلادي واشتهر بمقاومته للفتح الإسلامي في شمال أفريقيا وقاد أكسل تحالفا من القبائل الأمازيغية ضد الجيوش العربية وواجه القائد المسلم عقبة بن نافع وبعد معركة حاسمة تمكن أكسل من هزيمة عقبة وقتله في منطقة تاهودة عام 683 ميلادي وفي ظل ما وجهه الحدث من تصعيد تفع بلدية خنشلا إلى اتخاذ قرار إزالة التمثال تفاديا لتصاعد الخلافات مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر